بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يهل الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله فعلا هذه مفاجأة فعلا هذه المفاجأة ما أخبرني الشيخ محفوظ إلا الآن فالله بركه جزاك الله خير على هذه الدعوة برك الله فيكم على هذا الحضور جملتم هذا اللقاء بحضوركم فجزاكم الله خيرا ويسعدني جدا أن أكون معكم في هذا المسجد المبارك وفي هذه القرية القرية القرآنية التي خرجت العديد من الأئمة الذين انتشروا وانتشرت هممهم في القطر الجزائري فجزاكم الله خير الجزاء العنوان المحاضرة كما تفضل أخي محفوظ أثروا القرآن في الفرد والمجتمع لابد من مقدمات خفيفة تنصرف إلى بيان مسألة مسائل دقيقة منها نحن ضيوف في هذه الحياة حياتنا قصيرة ولو طالت حتى بلغة الحساب بلغة الرياضيات ما هي قدر يعيش اللي عاش برك ستين سنة إذا كان يرقد ثمانية سوايا معنى الثلث الثلث معنى عشرين سنة رقاد ابقت ربعين سنة وربعين سنة أنتم عارفين وين تروح كامل الآن سؤال مطروح ما هو الوقت المخصص لتحقيق مقتضيات الاستخلاف فوق الأرض ما هو الوقت المخصص للبناء الحضاري باش الإنسان يسهمو في البناء الحضاري باش يحقق براءته لنلازم له براءة كي يقول فان إينوسان دار جاب البراءة نفرحه حان السؤال مطروح عندنا حياة واحدة وقصيرة اللي قرأوا في الجامعة عندهم سيسيون دورة راباج راح تلو حيصة دورة عادية يستدرك في دورة أخرى ولكن احنا عندنا حياة واحدة برك هذه نشفو عليها قلت هي قصيرة ولو طالت حتى لي عنده ثمانين سنة نقول له قبل ستين سنة كان عنده عشرين سنة واللي عنده منكم عشرين سنة لا يغطر ما يقولش أنا جان صغير أنت بعد ستين سنة واللي ثمانين سنة إذن هي أقصر من أن نقصرها قصيرة ولو طالت الرسالة الثانية أن الموت يفاجئنا أراكم دخلوا قاعد جبانات تلقى فلان عاش عام فلان عاش عشرين سنة ستين سنة لا حول ولا قوة إلا بالله الموت هذه عجيبة متى تزورنا الله أعلم ولكل أجلين كتاب إذن ولا واحد على بلو وما تدري نفس بأي أرض تموت لذلك ننتبه ربي قال في صورة قاف الآية السعطاش من صورة قاف قال وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحييد على اسمه الحق كل حاجة في الدنيا تحتمل احتمالات فلان قد يكون تاجرا وقد لا يكون فلان قد يكون موظفا وقد لا يكون قد وقد قد يسافر وقد لا يسافر ولكن من قدرش نقوله فلان قد يموت وقد لا يموت ولش قد وقد يعني أمكسينهم ذياز إني صلاة في النبي الطهر نتساغذ ففنش فعام فاقسطن المثزي ثوار أشحالي فرذن ساعة إكفغو يغزف لامر لابد دوض الساعة ترجمها يعني هذه المعاني كما وردت عند الشفعي مثلا اللي قل ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء حنا نقوله في تقديرنا لكان بعد غير عشرين سنتيم يسلك ممكن اتخاذ الأسباب مطلوب ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء وين قدر نروح الموت حق حاجة أخرى مهمة جدا إيه هي رب يعطينا النعم لا نخصيها عدادة يعني الأرجل اللي مشينا بها للجامع والله لو كان عبدو ربي للونهار ما نقدروش نخلصو نوفيوه هذه النعمة برك وحد يمشي عليه رجليه يا خاكذا والرجلين هما وسيلة النقل ديرت هكا بلا ما تنوضهم بلا ما كل واحد عنده يوعد لطوموبيل ولا تركتور إلا ما ينوضش يديرو في ال باش يطبعو حنا سبحان الله تنوض عادي هذه نعمة باش واحد يمشي على رجليه والله لا نعمة عظيمة جدا وسائر النعم الأيدي والبصر والسمع الذي يميز بين الأصوات ورب قال في صورة إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولكن كان نعمة عظيمة جدا هي نعمة الإسلام تصوروا أنه جينا للدنيا ونموتوا ماشي مسلمين تصوروا واحد يتخيل أنه جال الدنيا يعيش ونقدر ربي يعيش عشرين ثلاثين سبعين مئة سنة بعد يموت يدفنوه برنارد شو فيلسوف الساخر سماها المصرحية التافيها مصرحية لا معنى خطر كان مصرحية عندها قيمة قال كذا كان هي الحياة هذا والرزيمي انتع الإنسان زاد بدأ يكبر زوج عنده أولاد مثلا دار تجارة مرض مات برك هذه هي خلاصة الحياة هي مصرحية تافيها لو كان ماشي بالإسلام كيف نعيش حياتنا لذلك ربنا عز وجل أرسل النبيين والمرسلين بالرسائل وتعرفوها وختمت برسالة بالقرآن الكريم رب قال في صورة المائدة اليوم يائسا الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشونا اليوم أكملت لكم دينكم الدين قد اكتمل وأتممت عليكم كيف اسمها نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين حمد ربي ربي سبحانه جعلنا مسلمين وقال يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته لقدر يروح للطب متاع التقوى إذا كان ضعف يروح ما استطعتم الإنسان يتأرجح بين المستوى العالي أرباب العزمات صحاب الطموح صحاب الهمم هذه همم وإذا كان هبط أين نرجع اتقوا الله ما استطعتم شو بركة رمضان اللي ودعنا منذ أيام الإيمان في رمضان كيفاش كايين عالي النشاط والاجتهاد في الطاعات والعبادات والقربات والباقية والصالحات تلوة القرآن والطراويح هذا كرمضان وضرك هنا في شوال أو بدأ يهبط المهم أن يحبسوش انتكت سكتوموبيل بين سير ما احتيارا من قانون المرورة إذا كان في العقباء لازم تهبط فيتاس لازم وكي يكون طوره وتمسك ما وكذا مشي بما يوافق قانون السير ما ننسوش هذا الشيء إذن أنت بسيارتك لم تتوقف ولكن أحيانا حسب السرعة نحن أيضا المهم لا نتوقف لأن عطاء الإنسان عطاءاتنا تختلف من وقت إلى وقت حيانا يطلع على المستوى أحيانا يهبط المهم أرانا نطيع وربي ونخدم إلى أن نموت أعود ربي قال واسمه الإسلام اسمه نعمة وقال وَلَا تَمُوتُونَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يروى أن أحد الصالحين كان يطوف حول الكعبة وكان أحد العلماء اللغة الزمخشاري كان يسمع للنس كيفاش يدعيه ربي قال كفا ما أبكاني أحد ما كاش اللي قاسني في قلبي سوى سوى قال كسمعت واحد فلاح على البلك الفلاحين هذون الله كونكسيو مع ربي حلوة بزاف كيفاش كان يدعوا ربي دعاء عادي قالوا يا ربي لقد أعطيتنا الإسلام ولم ندعوك فكيف تحرمنا الجنة ونحن ندعوك شوفنا لوجيك شوفنا ريزن شوف قالوا يا ربي أعطيتنا أعظم نعمة فما طلبناهاش الآن فكيفاش تحرمنا من الجنة وحنا رأنا أن طلبوك رحلة الحياة ستنتهي مثل الشمس كتشرق صبح تشرق ضعيفة كل ما يمشي نهار كلمة اللقوية في وسط النهار تكون في قمة العطاء وفي قمة الإضاءة هكذا أنتم الشباب ولكن مع العشياء يولتها تغرب الشمس إذن شمسنا تغرب متى؟ الله أعلم لذلك تنتهي رحلة الحياة وهي قصيرة ولو طالت وتبدأ حياة الخلود الحياة الأبدية وقتش تبدأ؟ من الموت طيب نذكركم بأواخر سورة الزمر الآن تعطينا خلاصة أواخر سورة الزمر وسيقى الذين كفروا إلى جهنم زمراء إلى آخر الآية والعيد بالله ربي بعد عنينا هذا الله أم بعد وش قال آية 73 وما بعدها وسيقى الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء على ما قال زمراء معنى كيما راكم تتعونوا في الدنيا على الخير والصلاح وكذا أربي دخلكم الجنة أنقروا هكذا زمراء هذه حلوة لو كان واحد يقولك تدخل الجنة وحدك تقول كيف وكان قولك هذه السنة تحج وحدك وحدك تروح من برج زمونة تروح تحج وحدك تقدر يوم الطرويات تروح وحدك وبعد العرافات وحدك تروح المزدلفة تقول لا 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 زمع مع الناس هذا في الدنيا الجنة ربي سبحانه وهو أعلم بينا ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير قال وسيقى الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها هذه ورش وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها أبوابها خالدين فهمتوا الكلمة هذه كلمة خطيرة جدا قال خالدين وكي سمعوا كلمة خالدين كما ما كان خالدين مشكل يقول دخل الجنة ما تبقى غير ثلاثين سنة في الجنة نولي للدنيا تخمم غير هذا كنهار لثانين نولي للدنيا نولي الامتحانات نولي ولكن ربي صبح نقال خالدين وكي تسمعوا خالدين أهل الجنة ماذا يقولون الحمد لله الذي صدقنا وعده عادي الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء صليمت بلا حدود ولكن بعد ربي قال جملة أخرى قال فنعم أجر العاملين معنى الشي اللي تعبته في الدنيا كل في الله يزرع جاء وقت الحصاد هي ما كيش اللي يدخل الجنة بالخدمة نتاعو ولكن بفضل الله ورحمته كما قال نبي الصلاة والسلام بفضل من الله ورحمة برحمة من الله وفضل معنى برحمة ربي ولكن ربي سبحانه تفضل على أهل الجنة وقال لهم فنعم الفا تفيد الفورية مع الترتيب في اللغة العربية الفا أداة عطف إذا إذا كان جاء مباشرة معنى الترتيب مع الفورية مشكمة ثم ثم هذه بعيدة تفيد الترتيب وهو مشترك ولكن مع التراخي ثاني عما أجر العاملين آخر آية في صورة الزمر وطر الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين سبحانه ختمت بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين نقطة أخرى مهمة أنطلق منها الآية التاسعة من صورة الإسراء ونقول رب سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي يأقوم لفيد الروت واضحا فالآية هذه فيها كل شي طب فيد الروت إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم شفوا على كلمة يهدي الآية التاسعة من صورة الإسراء في صورة الجن الآية الأولى والثانية قلوا وحيى إلي أنه استمع لفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجابا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا نوقف مع الآية كان أربع مجالات ألف با جيم دال المجال الأول القرآن يهدينا المجال العقدي الإيماني على بلكم هذا هو المنطلق لو كان ما نتبعش القرآن في هذه انتلفو طريق أغي عرق وفريد أمذن ما يعرقس وفريد يدونيث هذا يتقلق لو كان واحد يأتي البرج زمورة ويتلفلو طريق على بك يتقلق جي بي اس ويسقسي الناس وكذا يقول لك عندي موعد في برج زمورة والله غير تلفتلي هو يلقروح وراح ما يشعرف وين راح بعد كاش سبعين كيلومتر يتقلق وكائن من البشر اللي تلفلو طريق ما يعرفش طريق اللي توصل لربي سبحانه مشكلة هذه أكبر المشاكل لذلك في صلت الفاتحة نقرأ نقول اهدينا الصراط كملوا مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من هم الذين أنعم الله عليهم وين نلقاهم مشكون في سر لهذه الآية وين هما أربع أصناف أربع كاتيجوري في صورة النساء القرآن يشرح بعضه بعضا الآية تسعة وستين من صورة النساء تجيب عن هذا السؤال من هم الذين أنعم الله عليهم اربعا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا لا بس نرجع آية أخرى ربي قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه شفوا عليه هذه روحوا لصورة الجاثية الآية 18 وهي تتحدث عن الشريعة قال ربي ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها اللي هيه صراطي فاتبعوه هنا شريعة فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبول فتفرق بكم عن سبيله بكريم غارن قارن الدعوة الخير يعني إن شاء الله ما يتلف لكم ليس طريق ويزيد الدعاء واحد آخر يقول يعني طريق السلامة التي لا تختم بالندمة أعود إذن ألف الجانب الإيماني هو رقم واحد في الأولويات على خطرة المكيتة من بربي بدون شريك نظرك حلم السلمين الحمدو ربي على هذه النعمة لكي تعرف قيمة هذه النعمة شوفوا الأخرين اللي تيهين مساكن تيهين صح تلقى واحد عالم كبير وكذا وقاري ويقول 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 واحد آخر مسكين يقول يعبد القمر والآخر يعبد الشمس والآخر يعبد الحجر والآخر يعبد النار عباد النار المجوس عباد البقر هو كارثة كبيرة نحمد ربي على نعمة التوحيد شكرا للمسكين شكرا للمسكين القرآن ربه هو اللي قال قل هو الله أحد ربه هو اللي قال كما في سورة البقرة الآية 255 آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللي بعدها الآية 256 لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي عن بعد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله على بلكم هذه في الرياضيات وماذا معنتها لا إله إلا فمن يكفر بالطاغوت تساوي لا إله نفي ويؤمن بالله تساوي إثبات إلا الله فيها منطق فيها كل شيء اللوجيك اللريزون الليمات كل شيء داخل خطر لا إله نفي إلا الله إثبات لا إله تساوي فمن يكفر بالطاغوت إلا الله إثبات تساوي ويؤمن بالله النتيجة النتيجة هذا يستلزم فقد استمسك بالعروة الوثقى لن فصام لها وبعد نتيجي الخير الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور إلى آخر الآية شفنا عليها نروح إلى سورة الأنبياء الآية خمسة وعشرين وشي قول ربي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحيه قراءة إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هذا هو يسميه الأصل الأصيل الأصل الجامع بين جميع النبوات والرسالات ربي يي ون أوريسع أشري فرات هذه يلا لا نطلعو خطر هذا هو الصح لا باز هذا هو الأساس شكل يورلنا هذا الخير والله يا أخوتي غير كنت لقوا مع هذولي المساكن رايحين ربي يهديهم ثم نعرف قيمة نعرف قيمة النعمة اللي احنا فيها يقول لك بالضد تتبين الأشياء واحد يكون عنده نعمة كبيرة ما يعرف شقيمتها حتى يشوف اللي ما عندوش هذه النعمة شكل اللي يهدانا طبعا ربي سبحانه بوحيه الطاهر نروح وضركوا العبادة ما يجيش واحد يقول كان مؤمن كاروايون نون براتيكو موجودة هذه عندنا تلقى واحد ما يصليش يقول كان مؤمن قلب نضيف نحب الفقراء نسعد اليتامة تصنيغ صلاة ورمضان والحج الباقي كم يقول طبع رأيس توفابيان وكينين صلينا على الناس ما يصليوش ولا لا لا نحن كل واحد منا صلينا على الناس ما يصليوش علي بلكم رمضان عنده ظهر كثر من صلات في الزير نقولها على الجيريا بالاستاتيستيكا رمضان عنده ظهر أكثر من صلات ما معنتها معنى عدد الصائمين أكثر من عدد المصلين بيقينة بيقين نقولكم حاجة أخرى خطيرة ومليحة ثاني أنه هذه الزهر قوة هيا رمضان عنده حرمة في بلادنا ليبا يعرف قيمة رمضان في الزير يروح يفوت رمضان في كاش بلاد ولو تكون مسلمة إلا حبيت نزيد ونكمل تلقى الدنيا مفتوحة ما كاش قال جونت على رمضان هذه النقطة تحتاج إلى تقدر سوسيولوجيا وسيكولوجيا باش تقول الحمد لله على هذه النعمة فقط حنا واش نزيد نقول هذو كل الناس اللي يصوم وما يصلي وش نقول زيد صلي أخطر الصلاة عماد الدين وفي حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس بعد التوحيد صلاة إياك نعبد وإياك نستعين وتعرف قيمة الصلاة والفوائد انتاعها وخيرها هيصلة مع ربي إلى آخره الآن العبادات تأتي العبادة إذن القرآن هو الذي يهدينا إلى العبادات القرآن هو اللي قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وين جت هذه الآية طبعا السؤال مشي للأئمة للطلبة والله يبرك أرنى في قرية قرآنية حبيت الجواب وين جت هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون في صورة الزاريات الآية الزاريات وخمسين على بلكم ربي خير لها بلاسة رائعة جدا كيف مين يجد مرة تلقينا مع وحد عالم كبير وهو سبب كيف يدخلوا الإسلام بعد ربي يعني بهداية الله هو الشيخ عبد المجيد الزنداني الله يرحمه رجله أقوى من تحدث عن الإيمان والعلم والإعجاز العلمي في ذلك الزمن الجميل الزمن تقصد 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 كذا شيخ ياخد ما كاشطه كل الديف دي ما كال ولو شريط يدير محاضرة في كاش مؤتمر في كاش بلاد وهذك شريط يجوب العالم هذا العالم اليمني عبد المجيد الزنداني رحمه الله وكان ضيف الجزائر فيه أكثر من مرة منها سنة 1989 حيث كان له نشاط متميز في الجزائر رحمه الله أعود إلى هذا العالم على بلكم هذا قل هذا الصورة كافية لدخل الدين بشرط الإنسان يستخدم عقله أنتم عارفين بالليه العقل ذكر في القرآن بوظائفه أكثر من ألف مرة في القرآن في آيات في آيات أواخر سورة العمران الآية 22 وما بعدها وغيرها من الآيات في سورة ياسين الآية 36 سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما مما تنبت تفيد لكن يقرأوها أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رِتْقًا الرتق معنى الظَّم فَفَتَقْنَاهُمَا إِفَصَلْنَاهُمَا وبعدين وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ هذا مقوِّم من مقوِّمات الحياة يُضاف إلى الهواء والماء والغذاء والكساء والإيواء والدواء الماء قال وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ كِلْ نَبَتَاتُ والحيوانات والبشر والحضارات للعبادات الفقه الرسالة يقولك ما معنى الماء المطلق في الفقه الإسلامي الماء المطلق هو الذي يصلح للوضوء يقول صاحب الرسالة ابن أبي زيد القيرواني ولا صاحب المختص الفقه سيذي خليل يقولك الماء المطلق ما معنى بلا قيد ولا إضافة لو كان زيد شوية السلن لهنا ما يصلحش يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة لو كان يكون شوية البن كيف كيف نقولك عرف ما تقدش تقول هذا ماء لا يمكن منهجيا تقول ماء مخلط بالماء بالزيت ولا بالعسل مدم مدم تقول مخلط معنى لا يصلح للعبادة لذلك يقولك الماء المطلق الماء الطهور وهو الوضوء بفتح الواو الوضوء بالضمة الواو هذا العملية تعمل الوضوء بلا قيد ولا إضافة ورب قال واجعلنا من الماء كل شيء حي الآية الثلاثين من صورة الأنبياء شفوا عليها رأنا في الآية عشرين من صورتي الذاريات الآية واحدة وعشرين نمشو شوية تقول وفي أنفسكم أفلا تبصيرون مش إذا غدا لازم تكون بسيكولوج باش تفهم الآية هذه لا لا وحد ربي في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصيرون وهذه توفق الآية ثلاثة وخمسين من صورتي فصلت واش تقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم النتيجة حتى يتبين لهم أنه الحق نرجع الآية الثنين وعشرين وفي السماء رزقكم وما تعدون الرزق هذا ينزل المسماء بأمر من الله روح روح تتوصل الآية رقم خمسين لازمة الاتموسفير التي تتخلق عندك تخاف فالمهم تفهم الآيات بتدبر وتأمل وكيد خل الخوف في قلبك واش تقول لك الآية رقم خمسين تقول ففروا إلى الله شوف بلاسنا الترتيب التوقيفي ففروا إلى الله وين الهربة الهربة تسلك تروح لرب الشيخ الشعراوي الله يرحم قال تخاف حاجة تهرب منها تخاف ربي تقرب منه هذا التفسير تخاف الشمس تهرب منها تخاف البرودة تهرب منها تخاف العقرب تهرب منه أي حاجة تخاف تهرب منه تخاف ربي تكون قريب ربي قال في الآية خمسين ففروا إلى الله الآية خمسة وخمسين واش تقول وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين الآية خمسين تجيبون عن أخطر سؤال حير الفلاسفة وحير الناس وهو لماذا خلقنا متى خلقنا متى خلقت الحياة تدخل علماء الفلسفة وعلماء الفيزياء وهذا قاسم المشترك يبحثون للإجابة عن الأسئلة المحيرة فما وجدوا جوابا والشعراء عبروا عن هذه الحيرة التي يعيشها الناس منهم صاحب الطلاصم لقرؤوا الأدب العربي إليا أبو ماضي يلا كيفاش تبدأ القصيدة صحاب الأدب العربي ما شاء الله شوف هذا إليا شاعر كبير من يعبر عن حالة الضياع التي يعيشها الإنسان التائه جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقاً فمشيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود هل أنا حر طليق أم أسير في قيود هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود لست أدري كيف تلفت له قال ولماذا لست أدري قال لست أدري إذن ربي قل في الآية 56 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذن شكراً لأن هذا الطريق هو القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوام جيم كان جانب آخر مهم جداً وهو الجانب الأخلاقي لازم الطربية والأخلاق لكن سمحوا لي إلى واحد عنده العلم وما كان الطربية والأخلاق مشكلة قال لا 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 المعلمون اللي يقرروا في المدرسة كي التلميذ يكون يقرأ مليح ومؤدب واش تكتب له هذا التلميذ ممتاز علماً وخلقاً على ما يجيب هالمواليه يفرح بابه وإماه يقول له مماذا كان القرآن نقصة المهم عندك الأخلاق ولا لا لا ومن مشاكلنا كي يجيبوا لي بلتا تلقى أحيانا الأزواج يدقوا على هذه الراجل يقول المرتو روحي انتيا يجيبي بلتا يقول أنا غسلوني المرة اللي فات روحت الأساتيذة مرمدوني ولا لا لا يقول روحي انتيا انتلي ما قررتهم وأحيانا يصيرها مشاكل لازم يدخل الشيخ محفوظ لكي يفري بيناتهم بالصلح إما يروحوش وكين تلميذ مساكن يروحوا واحده يجيب البلتا واحده علمش قلت خطر الأخلاق تبدأ من الصغر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا غلام بسم الله وكل بيمينك وكل مما يالك ثم نحتاج إلى الأخلاق والقيم طول حياتنا رب سبحانه مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم بخلقه وإنك لعلى خلق عظيم متفاهمين والنبي عليه الصلاة والسلام وصنا بالأخلاق قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق هناك رواية أخرى للحديث إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق هذه خرجها الإمام البخاري في الأدب المفرد رقم الحديث ميتين وثلاثة وسبعين تلقاها جب سلسة الأخلاق قال ما من شيء في الميزاني أثقل من حسين الخلق وكذا وكذا إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسني يوم القيامة أحسنكم أخلاق حتى لوصل رقم ميتين وثلاثة وسبعين جاء هذا الحديث الجامع إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إذن شكونا اللي هدان الأخلاق كلما ربي سبحانه العظيم أخيرا دال الجانب التشريعي الجانب التشريعي معناه القوانين دقل الإنسان المشي هو تصور معي إنسان مؤمن بربي موحيد يصلي يعبد ربي توفابيا ما شاء الله ولكن وكيف لازم له ضبط حركة الإنسان في الحياة بالتشريع والتشريع أنواع لما ندخل في مباحث أصولية باختصار نقول هناك تشريعات تفصيلية ديتي كين في القرآن وكين بعضها وردت في السنة لأن السنة مبينة للقرآن إما بتفصيل المجمل يجيو آيات مجملة جلوبال والسنة تعطي تفاصيل أو إجراءات بلغة المعاصرة إجراءات تطبيقية للنصوص المجملة في القرآن وهكذا في تفاصيل مباحث أصولية بلما نطول فيها أقول أن هناك تشريعات واضحة في القرآن مفصلة نقول اتقرأ لبرك آيات النساء آيات المواريث هي مفصلة المواريث ربه هو اللي فراها ويدخل في المعاملات الآية السابعة من صورة النساء الآية السابعة الآية 11 الآية 12 الآية 13 وبعد الآية 176 وبعدين نروحوا للأنفال يعني كي قال الله ربي للرجال نصيبون مما طرقوا إلى آخره وبعدين الحظ الأنثيين فإن كنا نسان فوق ثنتين فلوهن ثلثة ما ترك ما معنى ثلثة السؤال له لا يجب أن تدعون ما معنى ثلثة قولوا هاليا بالفرنسية ولا بالعربية ولا بالقبائلية دوت يير ما هو عليها لو كنا نحتاج أصحاب الباك ضرق ونجد لهم المتحان الآن ثلثة ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف أربي سبحانه أعطانا معادلة ذات المجهول واحد هذه تسمى قرأتوا المعادلات كان معادلات ذات المجهول واحد ذات المجهولين أربي ذكر دوتير وذكر أندومي هذا ما كان هيا مواضحة السؤال مطروح سنين يعني سنين على ثلاثة أندومي واحدة على ثنين زائد إكس سين يساوي دوتير الثين على ثلاثة هذه المعادلات ذات المجهول الواحد النصف واحدة على ثنين زائد سين إكس مجهول يساوي الثين على ثلاثة يعني هذه الآية لا يمكن أن تفهمها إلا بالرياضية مستحيلة تقول إن فهمها بلا ما تفهمها إذا حبيت تتجاوب دركن لجاوبك أشكو يحلنا هذه المسألة بالرياضية صحاب ترمينال هذو كل إن فيزيهم بزر ليفوت الباك نشاط نجحوا قاع تفوت الباك أسيد الرئيس هذه السنة حكموا الشيخ حكموا بش هو جابوا الباك خلاص هو هو ناجح أربي يزيدوا ناجحات أنا نقول هيا هكذا شيخ محفوظ فضل ها وليقينا طفل الله يبارك طفل أوليدي كم يساوي واحدة على ستة كيف جبت أوليدي طريقة حطر لك لازم نعسك بعدك جبتها مل هي ولا مل هي لازم تضير الدليل إثبات قل هات برهانكم ما عليش أوليدي جبت جبتها سواسوا هو السودس هذا كنت نجور الصف الأول يا الله تفضل أشرحها قلنا عليك على الشعب أيوة أيوة نقلبه توحيد المقامات ما شاء الله ما شاء الله يا وشغانا قرآن ورياضيات وثقافة قلت عنده قلت عنده يا سعدك عندك هذا الطلب الله تحمر لوجهه كيف الله أرك حمرت وجهه الله هذه نعم يا شباب نعم هي المعادة المجول الواحد والجواب صحيح هو السودس وبعدين باش نتأكدوا من صحة المعادلة النصف زائد السودس هذا كله فوق اسمه البسط تحت المقام ننظر إلى علاقة القائمة بين مقامي الكسرين هنا اثنين وهنا يسد الستة العلاقة بينهما بلغة الفرائض هي علاقة التداخل نأخذ أكبر عدد وتوحيد المقامات ستة مقسوم اثنين مضرب في البسط تعرفوا إلى آخره تلقوا سوى سوى دوتير هذه آية وحدة في صورة النساء باش رب اللي قيلها وزاد واش قال باش ما يجيش وحد يقول أنا يا اسمحوا لي علاش رب يعطى أنسيزيام علاش أنيويتيام علاه ما تقدرش إلا إذا قريت علم الفرائض ستقر تقول باللي صدق الله العظيم وهو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وهكذا كربي أعطانا أن رمد دوا واش قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليم الحكيم أطروح في مجل الريبة تقرأ الآية 275 من صورة البقرة وأحل الله البيعة وحرم الريبة أطروح آية الدين هي أطول آية في القرآن الآية 282 من صورة البقرة فيها كلش فيها توثيق الديون فيها الإشهاد فيها الرهن فيها كلش سفي هذه تفاصيل أطروح للآية مثلا الآية 231 من صورة البقرة متعلقة بشؤون الأسرة أطروح الآية 21 من صورة النساء هي تقول وأخذنا منكم ميثاق غاليظة عقد الزواجر باسمه ميثاق الآية التي تشبيهها نقرأها في صورة الروم الآية 21 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكونوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لا أية لقوم يتفكرون إلا واحد سلف دراهم الواحد آخر وبعدين جاء وقت يقول اسمح لي ما نقدرش نخلصك زيد لي سمانة ولا عشر أيام واش تقول له تقول له بسف عليك لا لا أربي رهي يقول لك وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة ميسرة وهذه موجودة في القانون تاع الجزائر قول خمس وسبعين تسعة وخمسين لأشرنا إليه تقدم الآية مئتين وثمانين من صورة البقرة هي هذه إذن ربي رهي سير أمورنا التجارية الأسرية الاجتماعية تفهمنا إذن في النهاية الخاتمة نقول ربي قال في صورة الإسراء الآية التاسعة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام ألف في المجال الإيماني العقدي با في المجال التعبدي جيم في المجال الأخلاقي الطربوي دال في المجال التشريعي وإذا كان حافظنا على هذا القرآن أربي حافظ علينا أنسي الكوحياتنا هذه بالخير إن شاء الله بشر بيختمها لنا بحسن الخاتمة شكرا لكم